بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر الذكاء الاصطناعي 1-2 سنتعرف اليوم على مشروع الوحدة في الوحدة الرابعة وحدة التعرف على الصور تعرفنا في الدرس الأول وأتممنا التعلم الموجه لتحليل الصور تعرفنا على الدرس الثاني وأتممناه التعلم الغير موجه لتحليل الصور تعرفنا على الدرس الثالث وأتممناه توليد البيانات المرئية تعرفنا في الدرس السابق درس الأخير من الوحدة الرابعة توليد البيانات المرئية على استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الصور توليد الصور والموارد الحاسوبية نماذج الانتشار والشبكة التوليدية التنافسية توليد الصور بالشبكة التوليدية التنافسية توليد الصور بالانتشار المستقر توليد الصور من النص وأيضا عرفنا كيفية توليد صورة من صورة من خلال الاسترشاد بالنص وأيضاً كيفية رسم صورة بالاسترشاد بالنص في مشروع الوحدة لا تستجيب كل مجموعة بيانات بالطريقة نفسها للتدريب بكل خوارزميات التصنيف ولكي تحصل على أفضل النتائج لمجموعة بياناتك عليك أن تجرب استخدام خوارزميات مختلفة وتقدم لك مكتبة سكيليرن في البايثون مجموعة متنوعة من الخوارزميات التي يمكنك تجربها بما فيها الخوارزميات التالية خوارزمية راندوم فورست كلاسيفر من مكتبة سكيليرن وكذلك خوارزمية جيسن ام بي من مكتبة سكيليرن نيف بايز وأيضاً خوارزمية اس في سي من مكتبة سكيليرن دوت اس في ام المطلوب مننا في هذا المشروع أولاً استخدم مجموعة تدريب وجوه الحيوانات لتدريب نموذج يحقق أكبر دقة ممكنة على مجموعة الاختبار ثاني نقطة مطلوبة استبدل خوارزمية اس جي دي كلاسيفر بكل من الخوارزميات المذكورة أعلى الخوارزميات التي تم ذكرها الراندوم فورست كلاسيفر والجي سي ان ام بي وخوارزمية اس في سي وحاول أن تحدد أيهم أفضل ثالثاً أعد تشغيل مفكرتك بعد كل عملية استبدال لحساب دقة كل نموذج جديد تجربه رابعاً أنشئ تقرير يقارن دقة كل من النماذج التي جربتها وحدد النموذج الذي حقق أفضل دقة طبعاً في هذا المشروع سنقوم بمساعدتك على كيفية حل هذا المشروع وتسليمه إلى معلمك نبدأ لا تستجيب كل مجموعة كما ذكرنا مجموعة بيانات بالطريقة نفسها للتدريب بكل خوارزميات التصنيف وذكرنا في الدرس الأول تعلم الموجه لتحليل الصور أنه نحتاج إلى أن نجرب ونستخدم أكثر من خوارزمية حتى نصل إلى أفضل خوارزمية تعطينا أفضل دقة ممكنة في تدريب البيانات سنستخدم الآن عدة خوارزميات بديلة وجديدة لم يسبق لنا استخدامها في الدرس منها خوارزمية Random Forest Classifier وخوارزمية Gaysen MP وخوارزمية SVC نبدأ أولا استخدم مجموعة تدريب وجوه الحيوانات لتدريب نموذج يحقق أكبر دقة ممكنة على مجموعة الاختفار بداية سنقوم بتحميل الصور ومعالجتها أوليا في البداية سنقوم باستيراد جميع المكاتب التي نحتاجها في عملية معالجة الصور كما سبق وقمنا بعمل سابقا سنقوم باستيراد المات plot library.byplot لإحتياجنا لأدات إظهار الصور PLT كذلك سنقوم باستيراد list direction من OS كذلك سنقوم بتثبيت sketch image وهي خاصة بعملية معالجة الصور أو مكتبة خاصة بمعالجة الصور سنقوم باستيراد أدوات أو أداء أدوات قراءة الصور IM read وأدات resize لتقوم بتغيير حجم الصور من مكتبة sky image IO ومكتبة sky image transform سنقوم أيضا باستيراد أدات image as you byte من مكتبة sky image هذه الصور جميعها سنقوم باستيرادها ثانيا سنقوم بإنشاء دالة لتغيير حجم الصور نحتاج إلى أن تكون جميع الصور الموجودة كما ذكرنا سابقا نفس الحجم الموجودة في مجموعة بيانات أو مجلد وجوه الحيوانات نحتاج أن تكون الصور جميعها نفس الأحجام ونفس الأبعاد لذا سنقوم بتعريف دالة resize image هذه الدالة تأخذ مجلد المدخلات تأخذ العرض والارتفاع كمدخلات ستقوم هذه الدالة بإرجاع الليبل عنوين أو أسماء كل صورة ستقوم أيضا بإعادة قائمة تحتوي على جميع الصور المعدل حجمها وأيضا ستقوم بإعادة قائمة تحتوي على أسماء الملفات الأصلية سنقوم هنا بعملية بحث لكل المجلدات الفرعية التي تحتوي على الصور لقراءة كل صورة وإعادة حجمها واستيراد الليبلز الخاص فيها أو أسماء الصور والفايل نيم وإعادة حجم الصور ستقوم هذه الدالة بإرجاع ثلاثة متغيرات المتغير الأول الصور المعدل حجمها أيضا العناوين الصور كذلك أسماء الأصلية للملفات نشاهد هنا قمنا بمنادات الدالة التي قمنا بإنشاءها Resize Image وقمنا بوضع المجلد المدخلات الثلاثة اللي هو المجلد الخاص الذي يحتوي على الصور وطلبنا أن نغير حجم هذا المجلد إلى عرض 100 وارتفاع 100 بعد أن تغير الحجم تحولت الصورة من تنسيق RGB لذكرناه سابقا إلى تنسيق مستند على عدد حقيقي RGB كانت قيمة البكسل تكون من صفر إلى 255 ولكن إذا تحولت إلى تنسيق مستند عدد حقيقي تصبح القيمة ما بين الصفر والواحد لذا سنقوم بإرجاع القيمة إلى تنسيق RGB باستخدام الأدات Image as you byte بوضع جميع الصور التي تم تعديل حجمها في هذه الأدات كي يتم العودة إلى تنسيق RGB تتمثل الخطوة التالية الآن في تحويل جميع الصور التي تم تعديل حجمها وقوائم العناوين إلى مصفوفات مصفوفات ننباي حسب ما تتوقعه العديد من خوارزميات رؤية الحاسب يتم استخدام المقطع البرمجي التالي لتحويل هذه الصور المعدل حجمها أو تقسيمها إلى X و Y إلى مصفوفتين ننباي مصفوفة X و مصفوفة Y نقوم الآن باستيراد مصفوفة ننباي نقوم بتعريف متغير X نضع فيه جميع الصور التي تم تعديل حجمها في الواي هنا نضع العناوين الخاصة مصفوفة أخرى لوضع عناوين الخاصة في الصور نقوم هنا بإظهار الشكل نقوم بإظهار الشكل كما شاهدنا فنشاهد هنا أن هذه المصفوفة تحتوي مصفوفة X التي تحتوي على الصور تحتوي على 1720 صورة الصور هذه جميعها ذات تنسيق 100 عرضها 100 طولها 100 وذات تنسيق RGB حيث رقم ثلاثة يدل على أن هذه الصور جميعها تحتوي على القنوات الثلاثة RGB أخيرا سنقوم بتقسيم هذا المجلد إلى مجموعتين مجموعة تدريب نقوم بتدريبها ومجموعة اختبار سنقوم باستخدام دالة train test split سنقوم باستيراد هذه الدالة من مكتبة scale learn model selection سنقوم باستيراد train test split سنقوم هنا بتعريف X train خاصة ببيانات أو الصور التي سوف يتم تدريبها X test تحتوي على الصور التي سوف يتم الاختبار عليها Y train هي عنوين الصور التي سوف يتم تدريبها وال Y test هي كما ذكرنا عنوين الصور التي سوف يتم اختبارها نقوم بوضع الأدات train test split ونضع فيها مصفوفة number X و Y نقوم باستخدام تكون دائما برقم 42 حتى يتم التأكد من أن البيانات تكون دائما معاد ترتيبها بنفس الطريقة قبل أن نبدأ في تدريب البيانات يجب تحويل كل مستند إلى متجه رقمي وحادي البعد قبل استخدام البيانات في تدريب نماذج تعلم الآلة واختبارها بينما تحتوي كل نقطة بيانات في مجموعة البيانات المرئية هنا على تنسيق ثلاثي الأبعاد نقوم هنا بتحويل جميع البيانات الموجودة في البداية قمنا بتعريف متغير Xtrain Flat حتى نقوم بتحويل جميع الصور الموجودة في صور التدريب إلى متجه رقمي وحادي البعد نقوم بMP.array نقوم بتسطيح أو تحويل الصور إلى مسند وحادي باستخدام أداة image.flaten لكل صورة موجودة في مجموعة التدريب نقوم بتحويلها إلى متجه رقمي وحادي البعد وأيضا نقوم بعمل نفس الشيء في مجموعة الصور الخاصة في مجموعة الاختبار بتسطيح جميع الصور الموجودة في الاختبار نشاهد هنا في Xtrain Flat أول صورة نشاهد أنها تحولت من 100 كان البعد أو العرض 100 والارتفاع 100 وقيمة الـ RGB 3 أصبح 30 ألف وحدة أو 30 ألف قيمة وهي قيمة 100 في 100 في 3 بعد أن قمنا بتحميل الصور ومعالجتها أوليا نبدأ الآن باستخدام خوارزميات التصنيف ونحاول أن نحدد دقة كل خوارزمية سنقوم بالتذكير ما بعض باستخدامنا لخوارزمية SGD Classifier طبعا هذه اللي استخدمناها في الدرس السابق من مكتبة S-K-Learn.LinerModel استوردنا SGD Classifier وقمنا بتعريف Model SGD قمنا بوضع نموذج فيه ثم قمنا بجعله ملائم للـ Xtrain Flat الصور بعد أن تحولت إلى أحادي البعد الصور التي تم تدريبها مع عنوين هذه الصور قمنا هنا بإظهار الـ Prediction أو التوقع النموذج مع البيانات أو الصور للاختبار نقوم هنا بإظهار الدقة باستخدام هذه الأداة Accuracy Score فظهرت لنا الدقة باستخدام نموذج SGD 46% تقريبا هذا كان النموذج اللي ذكر في الدرس سنقوم الآن باستبدال هذا النموذج بالنماذج التي ذكر لنا في السؤال الثاني استبدل خوارزمية SGD Classifier بكل من الخوارزميات المذكورة على سنقوم أولا باستيراد هذه الخوارزمية Random Forest Classifier سنقوم from scalearn.forest import random forest classifier سنقوم بتغيير إذا أردنا نغير اسم المتغير أو جعلناه كما هو ثم نقوم هنا بإضافة هذا النموذج ونقوم بإظهار الدقة ستقوم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بإضافتها في منصة جوجل كولاب وتشغيلها سنضيف أول مرة نموذج الأول اللي هو الخوارزمية الأولى Random Forest Classifier ثم نقوم بتشغيل المفكرة حتى يقوم بحساب الدقة عندما تظهر الدقة نقوم بتسجيلها مع هذه الخوارزمية كي نضعها في التقرير ثم نقوم باستبدال الخوارزمية الثانية خوارزمية الثالثة خوارزمية Gason NP من مكتبة سكيلير نايف بايز بنفس الطريقة نقوم باستبدال هذه الخوارزمية بالخوارزمية الثانية ونقوم بحساب الدقة لهذه الخوارزمية ونقوم بتسجيلها في الملف أيضا طبعا بعد ما نقوم بتشغيل كل مرة نضيف الخوارزمية كل مرة نضيف الخوارزمية نقوم بتشغيل المفكرة كي يتم حساب الدقة ونقوم بتسجيلها ثم نقوم بتغيير الخوارزمية إلى الخوارزمية الثالثة خوارزمية SVC from scalearn.svm import SVC ثم نقوم بتعديل ما يجب تعديله على المقطع البرمجي كي نقوم بإظهار الدقة الخاصة بهذه الخوارزمية ثم نقوم بتشغيل المفكرة بعد الاستبدال حتى تظهر لنا الدقة بعد إظهار دقة لكل من الثلاث خوارزميات ننتقل للخطوة الرابعة تقوم الآن بإنشاء تقرير يقارن دقة كل النماذج التي جربتها وحدد النموذج الذي حقق أفضل دقة جربنا في هذا المشروع ثلاثة نماذج إضافية لنموذج SGD وهي random forest classifier والجيسن MP والخوارزمية الـ SVC نقوم بإنشاء ملف سواء كان ملف Word أو ملف PowerPoint نقوم بوضعه كجدول بوضع كل خوارزمية والدقة التي حددتها وذكر أيهم أفضل دقة أيهم أعلى دقة وبأيهم تنصح في الاستخدام لتدريب البيانات وتقوم بإرسال هذا الملف إلى معلمك أو معلمتك في هذا المشروع تكلمنا عن خوارزميات مختلفة بما فيها عن خوارزميات أخرى غير خوارزمية الـ SGD classifier خوارزمية random forest classifier خوارزمية الجيسن MP وخوارزمية الـ SVC استخدمنا مجموعة تدريب وجوه الحيوانات قمنا بمعالجة الصور وتحميلها أوليا قمنا باستبدال الخوارزمية التي سبق استخدامها SGD classifier أيضا قمنا بإنشاء تقرير يقارن دقة كل النماذج وانتهينا من مشروع الوحدة تعرفنا في درس اليوم على مشروع الوحدة الرابعة التعرف على الصوت شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته